اشتركوا في القناة ونحن نعيش المشاكل الأقاليم الصحراوية ونعيش المشكل المغربي البارز هو مقاطعة الشعب المغربي لبعض المنتوجات أو هذا التعبير المزاجي الذي يبلغ الشعب المغربي فنحن نختفل هذه السنة حول هذا التعبير على الرأي دينا فيها فصراحة نحن مع الوحدة الوطنية وضد أي إنسان أي جهة سواء سجائر أو البوليزاري أو أي جهة تدخل في الوحدة الوطنية فنحن مغاربة من الصحراء إلى طنجة فهذه السنة من خلال أن النقطة الثانية التي هي مقاطعة الشعب المغربي لبعض المنتوجات فكنا ما فيتنا ننادي بهذه المشاكل من تقريبا منذ أن من يبغى البنكيران يحيد صندوق المقاصة فكنا نقولوا اللهم ينادي موكر لا خلي الدولة تحمي المواطن ديالها بصندوق المقاصة لأن صندوق المقاصة كان هو اللي كي يحمي المواطن من القدرة الشرائية ديالتو زيادة في الأسعار المحروقات كتعطينا أوتوماتيك موهي مباشرة كتعطينا زيادة في جميع المنتوجات ولو يقول لك اللي يقول لك ما شي غير طبقة الوسطى اللي غد تحيد فالطبقة الوسطى غد تولينا هبطة عن طبقة الفقيرة وغد يهبطوا وزيدوا يفقرون الناس فصراحة المراجعة الأساسية اللي قصت تراجع هي صندوق المقاصة خاصة يرجع والدولة خاصة تحمي المواطنين نحن في المغرب ما نستفدوش من عائدة ديال الفوسفات من عائدة ديال البحار من بعض المعادين فهذه العائدة هذي كلها سترجع وتعطينا تخلي الدولة كتخلص علينا ذاك الفرق ما بين البرميل ديال البترول وحس بقال معيشة ديالتنا مستقرة لاننا احنا ما شي غير نقول للمستثميرين اننا ومسيروا بحالكم لان المستثمير كيخدمنا ولادنا وحنا ما عطى بالقامل للطبقة العاملة لأقصاد خدم وخصص استثمر اذا باش نستثمره خاصنا ندخلوه بالمنطقة اللي هو جل رابح رابح كلنا رابحين كفى من الاقصاء وكفى من التهميش للبعض الشعب المغربي واتغناء طبقة واحد اخرى على الطبقة